واعتقلت سلطات تركية سيدة مريضة بالسرطان بتدعى ايتن كسلر ده بتهمة اهانة اردوغان السيدة تم احتجازها في المطار بسبب مذاكرة التوقيف اللي خرجت ضدها وبسبب مرضها فقدت السيدة الوعي في المحكمة وتم نقلها الى المستشفى اللي لا تزال او التي لازلت تتلقى فيها العلاق بوسطة سيارة الاسعاف وفق الموقع تي 24 الاخباري التركي تم احتجاز كسلر اللي جاءت الى مطار اسطنبول قادمة من سويسرا وده على خلفية قرار بالقبض عليها وكانت كسلر عينت من سرطان شديد قد احتجزت لأول مرة في محطة المطار بدعوة دعاية تنظيمية واهانة الرئيس طبعا ده بيأتي ضمن الاجراءات القمعية اللي بيمرسها النظام التركي ضد شعبه واعتقال وللالالاف من الاتراك والحقيقة نحن معنا اخبار بشكل يومي عن اعتقالات باعداد مهولة في كل القطاعات التركية ترجمة نانسي قنقر